بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي المسائل الثلاثة قلنا أن المسائل الثلاثة المسائل الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات أخذنا في الدرس المسائل الثالثة فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد الثلاثة المسائل الثالثة الثالثة البراءة من الشرك وهذه بالقلب واللسان والجوارح أثنان مثلا مشرك لردن اللاغة شارق ورطق وشان هذا من دسلس مقلق دسلس لهم قلبه مذلين بول ملي إنكارت ملي يعني شو الإيدليان ذات درن نا دغر دغني نا دغر لوني اخرارت ملي ودلمذ لهم دسلس ملي وعمل لهم دسلس ملي عرفنا التوحيد شرعا وعرفنا نوع التوحيد الثلاثة نعم الله تعالى سريعا نتوحيد ناما دغن أولنك وإنكار توحيد ناما دغن أولنك نعم القسم الأول قلنا المسائل الأربع القسم الثاني المسائل الثلاثة الآن نحن في القسم الثالث من هذا المثل المبارك يعني قبرنا جثبه مزة دورت مثلا أولنك وإنكار بولمنا اتش مثلا وإنكار بسان مضمون كتاب الزيد لأن أتشنجوا مثلا قلبه لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد الثلاثة وهذا قد تقدم معنا؟ بصور غجوغا بذبهردك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من خلق الخلق والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى لكن الأشكال أكثر من يكون في التطبيق في العمل هل نعم نحن بهذا أو لا؟ كب الشخص من الناس كبير من يتعالى من أجنج الناس وفي الناس كبير من يتعالى من أجنج المنش وفرهم إذا وجدنا إنسان يصنع هذا ماذا نقول عنه؟ مثال مثال تليفون ونسوغه نقول عنه مجنون نقول أنه مجنون هذا الجهاز للإتصال لإرساله رساله ليس للشرب نعم نعم حسن لقد يصلوا إلى تلفون ونسوغه مجنون نعم ما أسفل نعم قال، عبادة الله فلنعم، إذا اشتغلت في هذا الدنيا، ثم عبادة الله سعيد ونعم. لقد عبادت المقصدي للحكم أعادة لك. إنك الشيء العبادة لكي تكون هناك لسحوق من قبل دياءة الدنيا. نعم نعم فلابد أن نسعى لتحقيق هذه الغاية قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين تجعل كل أعمالك لله سبحانه وتعالى نعم 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 أتخبار سوف تقرأ بالله على البيانات ويجعل الأمر نقدم ترجمة نانسي قنقر لكهذا